فبحسب صحيفة واشنطن بوس فإن بعض الدول ترغب في إضعاف نفوذ هذه الجماعات لا سيما جبهة النصرة عبر رعايتها لقوات الجيش الحر الأكثر اقتدالا الأسلحة الجديدة تعتبر الأولى من حيث نوعيتها التي دخلت النزاع في سوريا ووفرتها قوى خارجية وفقا لخبراء عسكريين متابعين لتطور استخدام الأسلحة في سوريا من دون تحديد مصدرها رغم اعتراض واشنطن المعلنة على تسليح المعارضة إلا أنها تقدم دعما مهنيا وتدريبا عسكريا على طرق القتال بحسب الواشنطن بوست أيضا بعض الخبراء العسكريين أشاروا إلى أن النجاحات التي حققها الثوار أصبحت ملموسة تتمثل بإسقاط مروحيات ومقاتلات بصواريخ تطلق عن الكتف وشل الواضح لمدرعات النظام ربما بسبب هذه الأسلحة الأسلحة التي حصل عليها الثوار منها مضادات دروع قادرة على تدمير دبابات النظام الروسية الصنع عن مسافة تتجاوز 300 متر ويصل في بعض الحالات إلى 1500 متر أبرز هذه الأسلحة هي الصواريخ مضادة للدروع RPG-22 ويزيد مداها على 300 إلى 500 متر ميلكر أم جي أل قادفات مضادة للدروع يصل مداها إلى أكثر من 500 متر أم سافنتينين قادفات مضادة للدروع يصل مداها إلى 400 متر كذلك قادفات RPG-6 الخفيفة وتمتاز بدقة التصويب رفاها السعد العربية ومعي من الصنبول لؤي المقداد منصقه السياسي والإعلامين للجيش السوري الحر مرحبا بك سيد لؤي إذن وفقا لصحيفة واشنطن بوست استراتيجية تسليح المقاتلين المعتادلين في سوريا إلى أي مدى يمكن أن تحد من نفوذ العناصر التي توصف بالمتطرفة والمقاتلين المتطرفين في سوريا على حساب المعتادلين ومنهم في الجيش الحر منذ البداية قد وجهنا رسالة إلى جميع الدول التي تريد أن تدعم الثورة السورية وتقف بصف بجانب الشعب السوري بوجه نظام بشار الأسد أننا نستطيع توفير تأمين هذه العدات التي سنسترمها الجديد في الموضوع أن الجيش السوري الحر قد قدم كل الضمانات الممكنة بعد هيكلية الأركان الجديدة وتوحيد معظم الكتائب المقاتلة على الأرض ضمن آلية معينة وهيكلية معينة بأن أي سلاح سيتسلم من قبل الجيش السوري الحر سيكون بعهد الدباط متخصصين وعناصر منضبطة منظمة لن يخرج هذا السلاح أبدا عن السيطرة ولن يقع في أي تنظيمات غير منضبطة وقد قلنا لهم أننا نستطيع توفير جميع أنواع التعهدات من تعهدات خطية حتى وكرنا لهم نحن مستعدين لاستقبال أي خبراء يعني لأكون صريح جدا قلنا لهم حتى نستخدم خبراء نستعين بخبراء وخبرات عسكرية هم كهاجزهم الأساسي أنهم لا يريدون أن تقوى بعض الفصائل الراديكالية أو الفصائل التي يوصفونها بالمتطرفة في سوريا إذا كان هذا حقيقيا ليتفضلوا ويدعموا الجيش الحر ليسلحوه جيدا ليساعدوا على تنظيم صفوفه ليعمل على إسقاط هذا النظام ما دون ذلك ليكون بمعلوم كل المجتمع الدولي أن هذه الفصائل ستقوى أكثر لأنها تمتلك المال وتمتلك البنية التنظيمية وهذه البنية على مرعبنتها عبر سنوات والنظام حقيقة هو اليوم سعيد بوجود هذه الفصائل في سوريا طيب سيد لؤية أسلحة جديدة نعم تفضل أريد هنا بفقط الإشارة إلى النقطتين بلغ عدد الصواريخ لسكود التي أطلقت اليوم من اللواء 155 ثلاثة صواريخ سكود طيب بالنسبة لهذه المعلومة التي ذكرتها طيب وفقا لهذه المعلومة التي ذكرتها سيد لؤية الجيش الحر سيحوز على أسلحة من نوع جديد إلى أي مدى ستغير من الهيكلية العسكرية على الأرض هذه الأسلحة التي لم يمتلكها الجيش الحر سابقا إذا كان هاجس المجتمع الدولي حقيقة بنيت الجيش السوري الحر وتقويته على الأرض بأن يكون جيش وطني منضبط أنا أعتقد أن هذه الأسلحة إذا وفر الأسلحة والدعم للجيش السوري الحر كل مقاتلي الجيش الحر وكل مقاتلي الفصائل حتى الفصائل المضطرفة سيكونون ضمن عديد الجيش السوري الحر لسبب بسيطة أن هذه الفصائل أساسا قامت قامت على أساس أن الجيش السوري الحر لا يملك التمويل الكافي ولا التسليح الكافي إذا اليوم الجيش السوري الحر سلح فسيأتي جميع الشباب وينضمون إلى صفوف الكتاب لكن سيد دعوة هناك وجهة مختلفة عما تقول البعض يرى بأن هناك خشية من تحول صراع بين الجيش الحر والجماعات التي توصف بأنها متطرفة والتي صنفت بأنها إرهابية عالميا مثل جبهة النصر وغيرها من المقاتلين غير المنظمين على الأرض أنا أجده تهويل إعلامي فقط تهويل إعلامي يعني لا يخدو كم تعداد جبهة النصر اليوم في سوريا أنا بغض النظر أنتقدهم أم لا قد أختلف أنا وليهم برؤية شكل ومستقبل سوريا بنيتهم الصلبة كانت منذ أربعة أشهر لا تتجاوز 1300 مقاتل في كل سوريا أنت تتكلمين عن بلد مساحتهم 185 ألف كيلو وتعتاد سكانهم 25 مليون بلد عمره سبعة آلاف سنة إذا به ألف مقاتل لجبهة النصر يعني هذا يحدث خلال عند المجتمع الدولي بكل الأحوال هذا النسيج غريب عن بنيان المجتمع السوري المجتمع السوري هو من الممكن أن تكون غالبيته مسلمة معتدلة نحن مجتمع وسطي عمرنا في هذه الأرض آلاف السنين نحن اليوم الذي نقوله إذا سلمت لنا هذه الأسلحة وبطبيعة الأحوال إذا كانت بدأت بالتسليم نحن نقول هذه الأسلحة ستكون منطبطة ووجهتها الوحيدة هي أسقاط نظام بشار الأسد وهي حتى أطمئن الجميع يعني هذه الأسلحة يعني مهما بلغت شأنه هي ستبقى أسلحة دفاعية إذا رحصت تقرير حتى تقرير الواشنطن بوستو ما فيه من البهارات الأعلامية هو يقول عن أسلحة مضابة للدروع مضابة للطيران هو لا يتكلم عن أسلحة حجومية لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم لنا دبابات أو طائرات بالنهاية هم سيعطون الأسلحة فقط لندافع عن أنفسنا يعني حتى الدفاع عن أنفسنا هم يعتبرونه مننا وفضل عظيم سيد نهي بالإشارة إلى قلة جبهة النصر عددهم على الأرض لكن جبهة النصر لها بحسب مصادر الثورة السورية يبقى أن لها الكثير من الإنجازات على الأرض وخاصة في شمال سوريا في حلب والمعارك الآن يعني هناك منسبة لي الجراح وأيضا مطار النيرب العسكري هناك أنا لا أمكر جبهة النصر قد شاركت بأغلب المعارك القوية في شمال سوريا يعني من الفورش 46 إلى متار تفتناز إلى الجراح إلى مطار النيرب قد كانت جبهة النصر مشاركة سنقول الحقيقة كما هي لكن جبهة النصر تمتلك موارد تمتلك آلية تنظيمية منذ البدايات نحن لم نقل أننا على الأرض ضد جبهة النصر لا بالعكس جبهة النصر تساعد في بعض الأعمال لكن نحن نقول أن هناك فكر مختلف يمتلكه الجيش الحر هناك فكر مدني هناك فكر لبناء دولة ديمقراطية هناك فكر لصندوق الاقتراع جبهة النصر لا تمتلك هذا الفكر جبهة النصر بالأساس يا سيدتي يعني كفاهم كذبا على العالم وتهويلا علينا يعني الشعب السوري ليس أفغانستان يعني بالنتيجة ليس هناك حركة طالبان وقوام تعداد بالآلاف ومئات الآلاف في سوريا يعني هم مقاتلون هم مقاتلون مجموعة مقاتلون مهما بلغ شأنهم يعني هل سيستطيعون مثلا أن يكسبوا انتكابات في سوريا هل سيستطيعون فرد حطمهم في السراع؟ وأشكرك من إسطنبول لأي المقدار منصق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر تعالوا مشورد يا سيدتي